لم تترك سنة 2021 من أثر اقتصادي إلا مزيدا من الأزمات الناجمة عن فشل السياسات الاقتصادية الناجمة بدورها عن فساد العملية السياسية برمتها لكونها قائمة على مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية منذ الغزو الأمريكي وسيطرة الأحزاب الموالية لإيران على مقاليد الأمور في العراق عمل هؤلاء على تجريد الاقتصاد العراقي من عوامل القوة الكامنة في تنوع مصادر الدخل القومي فعمدوا إلى تدمير القطاعين الصناعي والزراعي والاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط كمصدر لدخل العراق القومي فبحسب اتحاد الصناعات في العراق فإن هناك نحو ستين ألف مصنع في العراق معظمها متوقف عن العمل وهو الأمر الذي يعزوه الخبراء إلى تفشي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة وانشغال السياسيين بالصراعات السياسية وتحصيل المصالح الشخصية والحزبية على حساب الاهتمام بالصناعة بوصفها أحد أهم مصادر الدخل القومي لمعظم دول العالم أما عن القطاع الزراعي فحدث ولا حرج فسياسات حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ الغزو الأمريكي أوصلت بلاد الرافدين إلى أزمة جفاف متفاقمة بسبب تخاذلها وتواطئها مع إيران التي حولت مجاري بعض الأنهار إلى الداخل الإيراني ليحرم العراق بذلك من مياه تلك الروافد ناهيك عن الإهمال الحكومي لمشروعات المياه وصيانة السنود الأمر الذي دمر كثيرا من الثروة الزراعية للعراق ودفع الكثير من المزارعين إلى ترك الزراعة والبحث عن عمل آخر يحصلون من خلاله قوت أسرهم كل ذلك أفرغ العراق من مقومات الإنتاج الوطني صناعيا وزراعيا وجعل منه سوقا مفتوحة للمنتجات الإيرانية التي أغرقت الأسواق في ظل سيطرة الميليشيات الموالية لنظام طهران على المنافذ الحدودية ليصبح العراق مجرد حديقة خلفية للاقتصاد الإيراني